اللي انت بتعمله ده هو انت استأذنت استأذنت ايه استأذنت اللي انت هتصلي وفي حد يصلي في العمل طب حضرتك انا استأذنك عشان اراح اقبل ربنا يعني طب ماشي كنت تيجي تستأذن مني ومش هقولك لا اعادي يعني طيب ماشي ما انا نزلت الطلبات للأستاذ ما ينفعش والدنيا تدمر جوه بقى والشغل يبوز برضو تيجي تستأذن طيب انا ماشي ماشي شيني يلا المصليه وتعمليني المكتب بالراحة طيب حضرتك ماشي يلا بالراحة السلام علي حضرتك محتاج اي حاجة دلوقتي بس هو عايز بس كوباية قهوة وعصلي الباني وقتك طب تمام انا هخلي اعملهم بس واستأذن حضرتك بس هصلي خمس دقيق لا خمس براحتك هدام هتصلي لا براحتك ماشي انا هبلغهم بالوردر بس لا عادي عادي صلي براحتك وبعد اما اتخلص صلاتك بقيت الحاجة براحة شكرا شفت بقى يا حبيبتي شفت الرجل المحترم ده اهو شغالة قوت من الصبح وطالع عينه في الحارة وههم حاجة عنده ما بيسيبش فالدة ربنا عشان لما بقولك صلي بده يا بابا انا مش عايز اصلي حرام عليك الصلاة ده هي اللي هتنفع ولا فلوس بتنفع ولا اي حاجة بتنفع هي اهم حاجة الصلاة انتفقنا يعني هنصلي اما يجي عامه قولوا له عامه انت محترم عشان انت بتصلي وانا هصليني كمان انتفقنا الكلام اكيه صال بص انا كده صفتلك حسابك وانت خطت 2000 جنيه وكده مليكش حاجة مشوفش وشك تاني يلا حضرتك كلية 1000 جنيه مليكش حاجة خطت 2000 جنيه مليكش حاجة انا مش هضحك عليك يعني يلا مش عايز شفوشك خلاص مش عايز شوفوشك تاني بقول لحضرتك كلية 1000 جنيه كلية 1000 جنيه منين منتخطت صلفة فضل أدخل أولاً ودينا طبعاً ماشي أتأخذ يا أستاذ إيا فيه القهوة والعصيرة يا أستاذ عشان أنا أعزم نمشي يا أستاذ والله يا ألعظم حضرتك أنا أمبلغ بيهم أنا أم أجد كلوش القهوة هو إيه بتتكلم معي أصلاً نخطيلك امشي حضرتك أنت مش صفتيني حسابي ماشي أنت هو إيه بتتكلم معي تبين تبزع اللي حسابي وفيها أستاذ يا بعد إذنك أنا بعد إذنك بس يا أستاذ أنا بس عشان المشكلة اللي هي بتعملها تاني أنا خلاص صفت حسابي عشان بصلي قدام حضرتك معيني مستأذم منك والقهوة والمية والعصير للأستاذ الصغيرة بيبلغ بيهم من أستاذ أحمد جو وقال لك يا أحمد قهوة بس هناك وكبات عصير وإزازة مية تمام على طرابزة 11 أنا ماليس زنب أنا بلغت بيهم يعني أنت بحضرتك بتمشي من هنا عشان بيصلي بتكلم لي أصلاً تمالك بعد إذنك بس ممكن تقربي بس بعد إذنك طب بعد إذنك بس بعد إذنك طب اسمع الكلمة اللي أنا أقول أمي أنت حضرتك بتمشي العامل عشان بيصلي رقائت اللي ربنا بص يا ستة الكل هو الأستاذ دا جي استأذنني وقال لي بعد إذنك أنا أصلي فنصيحة مني بقى لك يستأذنك أنت ولا يستأذن صاحبت المكان حتى لو ما استأذنش ده أنت من حقك تشجعيه على كده لما يجي يقد فرض ربنا حتى لو في زباين والدنيا زحمة من حقك تقول له صلي وتشجعيه مش تخليه تقول له أنت بتصلي وتمشي عشان بيصلي حرام عليك استنى أستاذ بعد إذنك خدي بالك اللي أنت بتعنيه دا غلق إيه فاكرا أن أنا مش هكول عيش لا ده أنا أقولك على حاجة بقى اللي أنت عملته في ده هو استنى علي وشوفه ربنا هيعمل فيك إنت بتشتغل لنا بكم في الشهر على ألفين ونص ومطلع عيني عليهم كمان وخصمت مني ألف جنيه كمان ألفين ونص ومش بتخليه تصلي بتسابني أنا أخذك تشتغل عندي اسمع بس أنا مش عايزك تعمل أي حاجة هناك أنا أخذك في المكتب تمسك الحسابات بس أهم حاجة اللي أنت كنت بتعمله نهوت تعمله هناك تصلي هناك وأي حد هناك هيكلمك أنا هخليك تمسك الشركة كلها برا عنك بقى ملكيش دعوة أنت عارفة ليه أنا هتبارك بيه في مكاني عشان بركة ربنا اللي هو هيسجد له هيسجد له في مكاني أنت كان من حقك تعملي كده من حقك لما تلاقيه ما بيصليش طوله أنت بدأت تصليت ليه ده ما عارفة أنه بيصلي لكن حزب الله أني أعمل وكيل فيك ما هو ربنا يا حزبك وقرية روحة لمّة لمّة شنطك وحرم عليك التق الله التق الله ده ربنا سبحانه وتعالى ده بيركع ده بيركع لربنا ما هو أنا مش حزبك بس أنا عبد من عبادة ربنا لازم أوجيك في الحاجة الصح الدنيا لهياكي روحي روحي حزب الله أني أعمل وكيل فيكي روحي حرم عليكي روحي بقى لكي هوا أنت عادل كان طالب منك أهوة آه دي كان طالب مني أهوة بس والله هستياني مكنت فيها بس ما عام كلمة مهمة إزاي؟ يعني هوا بيصلي وبيعمل بواقبه ومشغل المكان حلوة أنت قاعدت تحب في التليفون ومش بتصلي وبواسط الدنيا خلص وخلتنا قطعت لقوم تعيشه والله نسيت إزاي نسيت يعني؟ طب أنا هعمل لك لي أنت عاوزات طب أنا أسف أسف إيه أسف هترجع كل حاجة ما خلص اللي حصل حصل أنت مرفوض من شغلك مرفوض من شغلك خلاوس أبقى أسف إيه؟ الدرايب إيه طيب؟ حضرتك أنت بتقول إيه درايب إيه للعليا؟ إزاي طيب؟ طب ممكن تديلي مهلة يوم حتى أعرف أجمع لك الفلوس لأن الدنيا متدمرة والله العظيم والشغل مش شغال ما عليش طيب ألو ألو درايب إيه دي طيب؟ طب الزنب اللي أنا عملت طب أنا هصلحه إزاي دلوقتي يا ربنا بينتقم مني لازم هروح لعدلوقت أسف له حتى يمكن ربنا هيكفر عن الزنب شوية عادل عادل عايز زيتانا تسانية مع ريس بص هو أنا حاصلت بالزم و أنا ما كانش ينف أعمل معك كده وأنا بجد يعني أحبة اللي أنا عتذر لك يا ريت طب ممكن تسمعني أنا أحبة اللي أنا عتذر لك و يا ريت تتقبل عتذر لك حيث اللي أنا ما حصل بالزم بشوية والله بص أنا ربنا سبحانه وتعالى هو أعمل مسامح وأنا عن نفسي مسامح بس أنا لقيت شغلة أنا عن تحدي طب أنا أسفة طب وأتمنى لأنت ترجع في غضو صدقني مش هعمل معك و إيه اللي حصل مع حضرتك كده؟ طب مكان تقفل قالوا لأنا عليها ترايب وأنا ما كانش معي كلوس طب قفلوا للمكان فأنا حبك تتقبل اعتذاري و ما ترجعش عيده و ربنا يصلح حالك ويرزقك بص حضرتك أنا مش هرجع لحد أما نشوف موضوع الدرايب ده وأحاول أن أنا أقف معاك فيه ونتصرف في فلوسه إن شاء الله وأنا هدخل شمتتي دلوقتي تاني وأبقى مع حضرتك مش هسيني كده شكرا ليك والله أنا أكلت عايش معاك وبصراحة ربنا أنت مزعلتني في اليوم ده بس ما عايش بس شارت الوحيد أن أنت تسيبينه أصمت حاضر معي ماشي شكرا ليك والله